فإذا مرجعنا إلى التفاقيات باريس وما تمخض عنها من توصيات فإن علينا فعل المزيد من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه يمكن القول أن هذا هو نادي كبير للمهتمين ولشركاء المناخ العالم هناك ثلاثة أهداف أساسية يمكنني أن أقول أولاً علينا أن نزيد من إيقاع وسرعة التعاون من أجل تجاوز كل ما يمكن أن يعيق استخدام المصادر أطاقة ونظيفة وتعميق التعاون السياسي وتوسيع الأسواق العالمية وإقامة أوجه وجسور الثقة بين الشركاء القادرين على تقديم إملادات الطاقة وعن طريق أيضاً إزالة العقبات المتصلة بما يتصب بالجمارك والعقبات الحدود بين البلدان أما الأمر الثاني هو صنعة سوق جديدة للأسواق المهتمة والأسواق الخاصة بالطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر وغيرها والاستثمار في التكنولوجيا المتصلة بتصنيع مصادر الطاقة النظيفة أيضاً إنها مهمة مأساسية ومركزية لرجال السياسة حماية المناخ ومواجهة تحليات المناخية ومساعدة الدول النامية والبلدان الناشئة في هذا المجال وإلا لن نستطيع حماية المناخ بالشكل الذي نسعى ونطمحه إلى الوصول إليه ومن ثم فإننا يمكن أن نقول أنه بدون المساعدة المجتمع المدني لن نستطيع تحقيق ما نرمي إليه سوف نستطيع أن نعمل سوياً عن طريق المؤسسات التنموية والبنوك التنموية في العالم من الوصول إلى هذا الهدف قامت الدول الكبرى بتخصيص مبلغ مليار دولار لدعم التحولات المناخية ومن ثم فإن الدول الصناعية الناشئة تستطيع عن طريق دعم المؤسسات التنموية تعظيم استفادتها من مصادر الطاقة النظيفة سيادة الرئيس السيسي بتعاوني معكم نستطيع الوصول إلى حل وسوف يكون هذا موضوعاً كبيراً وموضوعاً لنقاشات مستمرة المتواصلة ومن ثم فإننا لن نستطيع أن نترك الدول المعنية بمعزل عن ما يحدث في العالم وأن نتركها وحدها بأن نقدمها أجوه الدعم والمساعدة لن نستطيع أن نقول أننا متفاعلين بشأن الحلول التكنولوجية الموجودة أمامنا على الطاولة الآن لأننا لن نستطيع أن نحقق ذلك إلا باستخدام تكنولوجيات تعمل على دعم البيئة من أجل أن نيسر الأجيال القادمة حياة كريمة وحياة آمنة جزيل الشكر لكم